اشتركوا في القناة اجل يبدو انه خائف على نفسه او او على ابنته او هناك شيء لا اعرفه هند لا احب ان تكلميني بهذه الطريقة افهمتي عمي ابن زياد له مكانة كبيرة في نفسي لاني اجد فيه نعمة الاب التي حرمت منها لا تدعي افكارك تأخذك بعيدا عن الصواب فتتعبين نفسك اين سيدتك؟ اطمأنت على سيدي ثم ذهبت لتنام هل تريدوا مني شيئا يا سيدي؟ اشتركوا في القناة 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 كما كان في السابق اشتركوا في القناة 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 زيد اشتركوا في القناة وفيا لمن ولاهم وعدوا لمن عداهم اشتركوا في القناة 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 عيسى بن إدريس؟ نعم يا سيدي ومان؟ أنا عبد الرحمن أبو مسلم وماذا تصنع هنا؟ أنا ربيبه وكالخادم له هل سيدك في الداخل؟ نعم يا سيدي نهض يا سيدي كي يهيي أنكم في الطريق هل أنت عيسى؟ نعم أنا عيسى خذوه خذوه معه يا سيدي خذوه رحمك الله يا أبي وأسكنك في سحة جناتي هل أنت عيسى؟ اشتركوا في القناة 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 اهلا بالانباء متى سيخرج هائن؟ ساعطيك خبر رجلين يعرفان ساعة خروج زيد يا امير من هما؟ كوفيان احدهما اسمه عامر والاخر اسمه طعمة علي بهما الان ساستخرج منهما كل شيء باي طريقة يجب ان نفرق جمع هؤلاء المرضى استعن بمن شئت ومتى شئت المهم ان نفرق بينهم اتدري؟ ما سيقوم مقامنا يا اخي بالدعوة؟ لم احسب حسابا لهذا؟ لا بأس عليك انما ارى ان ملك هؤلاء يتهاوى والخلاف بينهم كبير والحقد ينخر بنيانهم متى يا اخي؟ متى؟ هذا طعام جاءكم ابي عبد الرحمن شكرا لك ايمكن ان نراه؟ لا اظن فان هناك اخرين يريدون ان يزوروكم ولا استطيع ان افتح الباب لكل من شاء ومن عسى يريد رؤيتنا؟ يقول ان اسمه لايز بن قرط ان ادنت له بالدخول سوف اكرمك وماذا تملك في السجن حتى تكرمني؟ سأوصي لك بجائزة مع ابي سلمة صاحبنا الخراثاني ولماذا يفعل ذلك؟ لا ادري والله لا ادري ولكن هذا الذي حصل قل لي ما الذي رأيته؟ يا عما اريد ان تبقى تجارتك قائمة ولا استطيع فعل ذلك ما لم يكن الخاتم معي اريد ان يبقى اسمك كما كان في السابق في السوق اسمع يا طرحة اسمع جيدا انت لا تظهر في عملك ولا تعرف التحامل بعض ما اني فيام ايام ايام يا عما دون أخذ ورد وريد الخاتم لا خاتم لا خاتم اخفر لي يا عما صار هكذا هكذا لن تفعل هكذا تقول فإن هذا قاتل يجب أن يغتص منه ألا تزال تشكك في مرايته بمعيني يا صخر دعك عني أما القضاءات فلن يقبلوا منك اتهاما دون شاهدين اثنين فماذا نصنع أنا لا أشعر بالأمان مع هذا الرجل قد يفعله ثانية فمثله لا يؤتمن جانبه صدقت أخشى أن يتعرض لكم بسوم إذا شعر بأنكم تعرفون شيئا لم أقل لأحد شيئا ولا أظن أن زينة أو لولو أن تستطيعني أن تكتما أمرا كهذا ولكن قل لي يا صخر ماذا نصنع لا أدري كيف سيعيش هذا وقد قتل نفسا بغير حق كيف بل كيف نعيش نحن مع قاتل وتحت سقف واحد ما خير العمل أليست الصلاة جهيت في ذلك أيعذر الإنسان في الصلاة يا زرارة نعم يا سيدي فالحائد والنفساء معذورتان فما خير العمل أيكون الصوت فإن فيه مشقة عظيمة في الصيف يا سيدي أيعذر الإنسان في تلك الصوت في السفر أو في المرض والشيهوخة الجهاد يا سيدي فمع أصعب أن يكون الإنسان تحت ضرب الصيوف وطعم الرمار أيعذر الإنسان في الجهاد نعم يعذر وكذلك الحج يبنى رسول الله يعذر فيه غير المستطيع والزكاة يعذر فيها الفقير فما هو خير العمل يا سيدي بني الإسلام على خمس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والبلاية لنا أهل البيت فجعل في أربعة منها رخصة ولم يجعل في الولاية رخصة من لم يكن له مال لم تكن عليه زكاة ومن لم يكن له مال فليس عليه حج ومن كان مريضا صلى قاعدا وأفطر شهر رمضان والولاية صحيحا كان أو مريضا أو ذا مال أو لا مال له فهي لهزمة وأي شيء من ذلك أفضل؟ الولاية أفضل لأنها مفتاحهم هل أخبرك سيدك عن إرث زيناء؟ لا لا أنا لا علم لي بشيء لا علم لك بشيء زيناء ماذا هناك يا طلحة؟ هل تعلمين أن المرحوم لا يملك شيء؟ لا لا علم لي بشيء كل شيء مسجل هنا ولكنهم في السوق يقولون إنه قد باعها وما قيمة المال والأملاك دون أبي؟ أنت تقولين هذا الكلام؟ وماذا عني أنا؟ زوجك لديك الكثير من المال والأملاك فما حاجتك بإرثي أبي؟ أبوكي الذي كان يملك نصف عقارات هذه القرية لا يملك شيئا إلى أن سأكون مجرد تاجع كغيري أبوكي قتل كل أحلامي وهل هذا الوقت المناسب لهذا الحديث؟ تحبكة mutant كيف حالك اليوم يا عبيدة؟ شاكرة الله على الدوام لأنه رزقني بزوجي جعلني ملكة متوجة على عرش قلبه على عرش قلبه أم على عرش الشام؟ يكفيني ملك محبتك؟ ألا تريدين لهشام أن يأخذ قسطاً من الراحة؟ لا هل انهار عرش الحب بهذه السرعة؟ كم أحبك يا عبيدة؟ هذا أبو مسلم الخرساني ربيبهم وكالخادم لهم أرى فيه سماء المخلصين نحن نعرفه منذ كان صغيراً محب لبني هاشم ومخلصاً لهم خذوه معكم سينفعكم في دعوتكم أما نحن لا نعرف ما سيجري علينا أدحفنا أيها الحداد ما السبب المليح لقدومك إلينا؟ هذه أملاك ابن زيادة إنها قد سجلت باسمك لا بد أنها مزورة لقد أمر للمرحوم أن أغير كل هذه السكوك لتكون باسمي لكنها ليست لي حقيقة إذن هي لمن؟ لمن؟ لابنته ووريثته وستأتيها أجرة الأملاك في نهاية كل شهر بإذن الله بسجل يحفظ حقها وحقه أي سخف هذا الذي تتلفظ به؟ هذا ما أراده المرحوم وقد كان رجلاً رشيداً وتاجراً حكيماً وإذا أرادت أن تبيع هذه الأملاك؟ إنما لها حق الانتفاع بالأجرة فقط وهل قال لك هذا بالتحديد؟ لا، هذه مني ماذا الكلام يا رجل؟ ماذا الكلام الذي لا يقبل به عاقل ولا مجنوم؟ أيوقل أن يكون لها زوج تاجر أمين وسيد ويذهب إليك أنت؟ ماذا لو مت؟ هل ستذهب هذه الأملاك إلى زوجتك الجارية؟ إن شئت ذلك فعلت، وليس لك من الأمر شيء عندها ستكون الجارية هند أغنى امرأة في القرية وأغنى منك أين خاتم المرحوم؟ الخاتم في أمان عندي ومنذ متى أنت تقوم بهذا العمل في الخفاء لعمي؟ طلبني وهو على فراشه وأعطاني خاتمه وأمرني أن أكون القيم عليه والمؤتمن بعد وفاته حتى أرى الصلاح بعادته لابنته وكم ستأخذ من هذا المال لنفسك؟ أنا لا أحتاج لهذا المال والحمد لله هل أنت من الملائكة أم من الأنبياء؟ أمنك تتذاكى علي يا حدد؟ أنا إنسان عنده ما يكفيه وقد وثق عمك بي وأعطاني خاتمه ليقوم بما عجز عنه غيري يا زيناء لقد أمرني أبوك أن أفعل ما تشاءين أنت بهذه الأملاك إن شئتي بعتها وإن شئتي تركتها على حالها ولكن لا أنا الآن قد قررت أن أوقي هذه الأملاك تحت تصرفي وأعطيك ما يرد عليك من أرباحها فقط ولكن لسوجها رأي آخر لا قول لأحد بعد قولي يا سخ أعطني يدك أقبلها استغفر الله ما بك يا زهيل؟ جعلنا الله أفداك لقد أخرجت ما في صدورنا أنا لم أفعل شيئا كل ما قلته كان حقيقة بل قلت وفعلت وأدخلت السرور على قلبي لكنك لم تجبه على ماذا؟ حقاً الآن قد كتب المرحوم كل أملاكه بإسمك ثم مدت فأن زوجتك وأبناءك سيرثون المال دون زينة تعلمت من العلماء أن لا أنا ما إلا وقد أوصيت بمالي وما عليه حتى لا تضيع حقق الناس قال عالم الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمؤمن أن يوصي أما والله لو كان لك نسب معروف لما أعدوت أن تكون سيد القرية ومعاولها و Anderson صحتت الله نعم يا أخي أريد منك أن تحضر إلي بعد صلاة العشاء خيراً إن شاء الله كل الخير عندي ضيف وأريد منك أن تكون معي في استقباله وسيكون معنا بعض الأخوة بإذن الله بإذن الله صخر لا أريد لأحد أن يعرف بهذا الأمر إن شاء الله ما تقول في الإمام الصادق يا أبا الحسين إن جعفر بن محمد إمامنا في الدنيا والدين ولا يخفى عليكم ما يفعل بن أمية في السجون من التعذيب والتنكيل فوالله لا آمن على نفسي ولا عليكم وماذا نصنع يا أبا الحسين الآن وقد توعدنا مع القوم سنخرج قبل موعدنا حتى لا يدركنا جنود هشام أهؤلاء من كنت تنتظرهم يا أبا الحسين إن وفوا لي فرحمهم الله جميعاً هم من منعوني من الدخول إلى المدينة وقالوا لي معك مئة ألف كلكم تعرفون الظلم آل أمية فهم لا يبقون على خصم من خصومهم هم بين مقتول ومسجون ومحاط بالعيون صحيح وإلى ماذا تدعون أنتم فأنا أراك قد تغيرت كثيراً يا شبي أقصد هل ما تدعون إليه شيء جديد؟ أجل يا عون نريد رفع الظلم عن الناس قبل كل شيء ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحي سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام ولنا أنصارنا في خراسان والكوفة والمدينة والبصرة والحيرة أتزمعون الخروج بالسيف؟ لا لم أسمع بشيء من هذا ولكن لا نعلم إلى ما ستأول إليه الأمور السيف ليس إلا السيف وإلا فأن الظالمين لا يحركم شيء عن كراسيهم وليس ذلك من المحالات قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس صدقت يا أخي نسأل الله أن يبدلنا خيراً منهم دون إراقة للدماء لذلك فإن شعارنا هو الرضى من آل محمد الرضى من آل محمد ولكن من هو الرضى من آل محمد؟ لا نعرف إنه شعار بعثنا به محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ونحن جميعاً ندعو لهذا الشعار وكثير من الناس يؤمنون بهذا أيضاً هل سمعتم؟ لقد خرج زيد بن علي لقتال القوم بالله عليك؟ زيد بن علي بن الحسين؟ نعم ولو لا بعدونا عن الكوفة لا ركبت إليه صدقت إن بيننا وبين الكوفة خمسة أيام للراكب المجد لن تلحق به يا هاني فلنرجو له الظفر وعسى أن لا يسلمه أهل الكوفة لجند هشام وجلاوزته لؤلؤة نعم يا سيدتي كيف هي هند؟ إنها سعيدة جداً أتحب زوجها؟ أتحب زوجها؟ تتكلمين لا تتكلمين لا تذمين ولا تمدهين أو أشكو لك أم لزهير؟ كيف وأنتما تذوقاني مرارة الحياة مثل ما طلحة؟ وماذا عن الإنجاب؟ لقد أحسن صخر حين جعل العقارة باسمه فطلحة لا يترك لي مالاً ولماذا يا سيدتي؟ أليس ما يرسله صخر هو لك؟ أأخذه منك سيدي طلحة؟ الأمر لا يتعلق بالمال يا لؤلؤة ولكن ولكن ماذا؟ لا أعرف هناك شيء بداخله لا أفهم ما هو وكأنه يريد أن ينتقم من الناس كافة وخاصة أهله ما هو تكليفيه الآن؟ هذا زيد بن علي يخرج وأنا بعيد عنه؟ ربا كم كنت مشتاقاً ليوم يخرج فيه آل علي على هذه الشجرة الملعونة في القرآن أقتلع جذورها وأقطع واخصانها وأكون نصيراً لهم وشهيداً بين أيديهم ألا أجد في هذا المنزل ثوباً نظيفاً كي أرتديه؟ ولماذا تصرخوا هكذا؟ أتراني جارية عندك؟ أجل أنت جارية وخادمة عند سيدك طلعاً ماذاك؟ لماذا تنظرين إلي هكذا؟ اذهبي واحضرني ثوباً يلقو بي أمام التجار هيا هيا ما الذي يجري؟ وكأن الجند قد مسهم الجن ولبسهم الشياطين إنهم يوقفون الرجال والنساء ويفتشون في الأمتعة ويدقيقون في الوجود وعمل يبحثون في جيوب المارة وأمتعتهم؟ يقولون إن جندياً مهماً قتل أمام منزله منذ عدة أيام قتل؟ أجل وسمعت أنه ذبح كما تذبح الخراف هذا ثالث خروف ثالث جندياً يذبح هذا الشهر أعتقد أنهم يبحثون عن القاتل إما سستأهد أهل القرية بسوء أو أهل بيت بن زياد لسوف أضيقك شر ألواني لعذاب قبل أن أقتلك يا وضيع كيف يا أبا الحسين وقد حشرهم الظالم ومنعهم؟ إن من بايع على الموت لنصرة الحق لا يهمه الموت حيثما كان قوليها ثانية يا خديشة عاصم لم نرى من الرجل السواعيني ما أدراك أنه أخي عاصم؟ إنه حدث المحب لا يمكن أن يخطئ أبداً سيفعلها أهل الكوفة ثانية الحسين عليه السلام محيداً في مواجهة جيش بن زياد وأنا الآن أسير بيعتهم جعلت في داك والله لا أخشى الغدر أو الموت أسأقاتل بسيف هذا معك حتى الموت قد تخطئ العين يا خالة لكن القلوب لا تخطئ لقد جعل الله بينها سواق جاري لا تنقطع إلا كنت تخبيعنا هذا الكلام مأيتها الماكره اشتركوا في القناة بيت أسراره ولكني أريد أن أطمئن عنك هل حدث شيء بينك وبين صخر؟ لقد ذهبت بأفكارك بعيداً قلتها لك مراراً من شدة حبي له أخاف أن أفقده